بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين نواصل شابتر 3 lecture 3 نشوف فيه اللي هو if state structure if end if else end structure نبدأ بال if expression ولكن evaluate an expression يطلع على ال expression الموجودة هنا اللي موجودة هنا هذه ال if statement إذا كانت صحيحة يروح ينفذ الأوامر اللي داخلة هنا اللي هي ال statement العمليات الموجودة داخلها وبعدين ايش يسوي يطلع بعدين يطلع خارج ال if statement هنا وإذا كانت خطأ ايش يسوي يطلع مباشرة بعد ال end إذا كانت خطأ يطلع مباشرة من عندك هنا خارج اللي هي ال if statement نشوف مثال مثال بسيط بس أقول لك إذا دخلت لك أنا أعطيك ننفذ هذا البرنامج وبعدين أغير داخل برنامجي وممكن ما سويها كده ممكن أخليها كده j equal input واكتب اللي بديها في cottage mark هنا علشان يطلع على الشاشة وبعدين أعطيها أنا هذه القيمة كل ما نفذت البرنامج وهذه أحسن بعدين أشيك if إذا كانت الجاية أكبر أو ساوي من 60 اطبع لي هذا الكلام disp هذه تعني الطباعة على الشاشة اطبع لي على الشاشة grade is pass إذا كان طب ما تحقق هذا الشرط إذا كانت النتجة أقل من 60 ما يعمل أي شيء رح يطلع بره برنامج شوف هنا نفس البرنامج مكتوب عندي هنا على المثلاب لاحظ لما نجي نفذ ما عندي قيمة الجاية هنا لكن بعطيها له كل ما نفذت البرنامج بعطيه هنا مثلا 80 هل 80 يتحقق شرطنا نعم إذا حيطبع لي grade pass grade pass فردان جيت لاحظوا هنا نحن نحط دائما clear CLC ليش علشان يمحي كل اللي موجود هنا على الشاشة command window وعلى workspace هذه عارفينها أنفذ البرنامج من جديد يقول لي كما أعطيني مجدد القيمة أقول له للأسف طالب هذا عنده 50 سيقول لي ما يعمل أي شيء لاحظ ما يعمل أي شيء ما يطبع على الشاشة أي شيء لأنه هذا الشرط ما تحقق فطلع بعد الـ end طلع بعد الـ end هنا مباشرة شوف نوع آخر من الشروط لاحظ هنا ممكن نعمل two statements أو أكثر أكثر ممكن كل واحدة من هذا اللي نعمل فيها اللي بدنا إياها لكن هنا أنت تسأله هنا هل هذا الشرط تحقق إذا هذا الشرط تحقق عمل لي statement هذه ويطلع زي if end لكن إذا هنا ما تحقق هذا الشرط ماذا تسوي نروح نفذ statement أخرى مش أنه يطلع بره بدون ما يعمل أي شيء لا ينفذ statement أخرى مثال لاحظ المرة الماضية نقول له بس إذا الطالب أكبر من 60 درجته أكبر من 60 إذا خلاص ناجح لا هنا نعطيه الشرط الأخر ونقول له وإلا فالطالب هذا أكتب لأنه رسم مثلا أنا عندي هنا 60 هذه 60 اللي فوقها pass واللي تحتها فر نشوف الارغوريث نتبعنا equal input percentage ندخل له بعدين يشيك عليها بعدين يطبع لي على الشاشة إذا تحقق هذا الشرط وإنه أكبر أو 60 يروح كاتب لأنه pass وإلا لاحظ pass ألس هنا أنا ما أحتاج أقول له إلا إذا كانت الجي أقل من 60 لا 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 لأنه إذا كانت إذا ما هي أكبر معناها أكيد أصغر أقول له هنا dispatch فال وبعدين خلص وطلع من البرنامج شوف علي الماثلاب نفس الشي أنفذ البرنامج هنا حيسأل ناشو البرسنتيج أقول له الثمانية الطالب هذا عنده ثمانين لاحظ قال لي grade pass أروح أنفذ من جديد البرنامج تبعي حيقول لي الخمسين نحن المرة الماضية اللي ما حطينا خمسين ما أعطينا أي شيء لكن المرة هذه لا المرة هذي حيطبع عنا grade fill اللي موجود عندي هنا لأنه أنا أعطيته else قلت له وإلا فأعمل كذلك بهذا الشكل نكون خليصنا هذا الليكتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته